اشتركوا في القناة 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 في العالية لذلك أريد أن نصح هذه المعلومة ونحن العائلة العائلة البوينت هي معروفة من مليانا وعندي أنا خوتي عندي أختي اللي راه ساكنة في مليانا عمار فاطمة عندي خوية عمار عبد الرزاق عندي خوية عمار سيد أحمد وعندي خوية عمار علي وعندي خوية عمار خالد عندي خوتي ستة وحنز جبنت النساء والناس راهية عرفهم في مليانا والأب انت نعقل لأنني كنت عندي 15 سنة ونحن نعقل 15 سنة حاب يجبد قناة مدي خيات تعالي في الدار القديم كنا شكنا فيها بكري حاب يجبدها وإن كنت حاضرة لك الوقت كنت نشوف الأبان يدسها بعد علي لدى العملية وجابها للوالد التاعي وقال له خبيها لي الوالد التاعي خبيها في ذلك البيت القديمة بعد نقلب الوالد التاعي خاف حتى يجبدها ويقول علي طاني في وقت اللي فرنسا دينا استقلال وفرنسا خرجت وخاف إلي يجبدها خاف مع الاستعمار وشدار يجبدها وهذا السلطات عليها ونقلب الوالد التاعي خسلها وجدها لهم وجود دوها كالعروسة العاصمة ونقلب في ذلك الوقت رحنا نكمل معاهم باش حطوها في المتحف ونقلب المتحف في مقام الشهيد سيجد هذه المتخيات لدوها من المليانة ودوها مع البابا ونقلب الدوها من عنده بالصح بعد ذلك قالوا له السلطات قلت له ولي لنا عنده شئ حاجه تدروا معهم ما الذي يفكر هو معهم بعد غلقوا عليه الباب ولو ما استقبلوش الداول ما تخيات دو سلاح وبعده ولو ما استقبلوش هذا وش بغيتم قولكم باللي الحكاية اللي حكاوها في الفيديو راهيم ما تصلحش ما كاش منها راهيم كذابين والعصابة هي اللي راه ندير في هالشيقاء وبالمناسبة نحيي الأستاذ زيتوت اللي راه يفيدنا بمعلومات وراني يشوفو كل يوم ويفيدنا معلومات على العصابة إن شاء الله العصابة ما تديروا له مدام الشاعر نجيل زيلي طالب الاستقلال إن شاء الله وما نحبش نطول معاكم وهذه اللي بغيتم قولها لكم يعني عائلتورة موجودة وإن شاء الله هنديروا على هذا العائلة اللي راه يتنصب إن شاء الله هنفوتوها إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة شكرا 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 пережعين شكرا شكرا